العراق هو مجرس ساحة لتصفية حسابات أمريكا مع كل الدول اللي قد يتعلق موضوحها بالعراق شوفوا إحنا تجربة رئيس مجلس النواب انتخاب شنو مشكلة؟ هو هذا استحقاق مكون ومن حق المكون أن يكون له تمثيل في الشي طبيعي جدا انتخاب من يرشحونه يتم انتخابه من كل القوى هذا المكان هذا المكون من اجهة لازم انتخاب رئيس من عنده لازم أنا شي سوي القوى الكردية لازم استغله وحاول شنو لازم تصعدون ميزانيتي يلا صوت القوى الشيعية لازم انضيفون لهذه المادة ذول الشركاء الثلاثة شركاء مثل واحد يهل يريد ياخذ أكثر من الدخل هذول شلون 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 صار لهم 17 سنة وهاي النتيجة هاي النتيجة طبعا عامة منها على الكل إذن شنو معناتها واحد ما يثق من الثاني احنا شنقول هو منطقي ربط مثلا هذه المواقع فالتصريحات مثلا اللي صدرت يوم أمس من النائب فالح الخزالي وحتى من النائب مصطفى السند وهم يتحدثون بهذه الطريقة لن يكون هناك نصاب لانتخاب رئيس جديد لمسجل السنوات ستنتهي لماذا يعني ما حضرت لي بهذه الجاسة ما راح ليش يعني انت يعني ليش انا ابقى يساوم هالشكل مجايق لك انا انت جاي حكيت على الخلافات الداخلية الخلافات الداخلية بعد احوق من ما احنا نحكي به اذا منصب بسيط احنا نحاول نساوم عليه شلون نحل القضايا الاكبر يعني زين اكو قوة قل لك انا بالنسبة لي امريكا حاميتني حامية كل مكاسماتي انا ما ثق بيك شون ممكن تتقنها هسا مرة احنا ش نقول احنا نقول مادام انا معتمد عليك اذا انت رفعت الدعم الي حتى انا ارجع الاخوي اقعد ويا اقول لي يا با خلنا الصافة خلنا ابني نفسنا خلنا ابني قوانه خلنا اتفق واخوك ما عنده ثقة ليش ما عنده ثقة لان بتشلب بامريكا فايتة لا مو هو يقول لك ذات جانب الامريكي موجود امريكا ترى امريكا ترى هي تغذى هاي الامور اللي جاي يصير بيناتني هي جاي تغذى هاي المشاكل اللي جاي يصير بيناتني هي لازم تخلي الموضوع محاصصة هي لازم تقول كل واحد تطيحصة هي امريكا جاي سوا هالشكل هاي زراعتها والما بدت هي خلتنا شنو مثل ميز على ثلاثة ارجل بس الشي رجل يوقع